ولكن فكرة التفوق هنروح لها لأن تفوق النادي الآلي مش بس في قطاع ألعاب الصلاة ولكن فكرة تفوق النادي الآلي في المنافسة يمكن البعض ما بيحبوش ولما ده بيحصل بيبدأ البعض يتحدث عن فكرة أحادية التنافس أو سيطرة النادي الآلي أو الجاب اللي النادي الآلي بيعمله مع الآخرين وكأنه شيء سلبي وكأنه احنا مفترض نزعل يا جماعة لما انت تيجي تتكلم في قصة المنافسة أنا هنا قنافة قوية هقولك إن فيه منظور يخص المحيد ومنظور يخص المنافس ومنظور يخص الأهلاوي منظور يخص المنافس أكيد عايز نخسر عشان موسعش الفارق منظور يخص المحيد أنت أكيد عايز إن الفرق تتنافس لأن انت شايف إن ده في مصلحتك أو إن يكون فيه متنفسين ده بيخدم مصالح إن أنت يكون عندك محتوى أكتر أو ربما أن ما يكونش الأمر محسوم أما أنا هنا كأهلاوي يا جماعة فأنا سعيد أن النادي الأهلي يفرق بفرق سنوات ويفرق بفرق ألقاب ويفرق بفرق تاريخ سعيد أن النادي الأهلي 42 دوري وأقرب منافس 14 سعيد أن النادي الأهلي 10 دوري أبطال أفريقيا وأقرب منافس 5 سعيد أن النادي الأهلي عنده المشاركات دي في كاس العامل الأندية 8 مشاركات وأقرب منافس ليه ما عندهش ولا مشاركة محل من المنافسات الفرق المصرية لأن أنا هنا بقيم من منظور الأهلاوي فتعالى عشان النغمة اللي هتطلع نسمع مهيب عبدالهادي ونغمة هتسمعوها الفترة الجاية وهي بتتكلم عن فكرة انفراض النادي الأهلي بالألقاب ونرجع نعقب ونفهم كل فكرة هل لسه الفيديو؟ تحس بإصارة؟ حطي إيدك على المركز الأول طب والباقي؟ الباقي ده مش جدول ماينفعش 22 مباراة 56 مبروك الدوري النادي الأهلي فين المنافسة بقى؟ فيه منافسة على المركز الثاني والثالث والرابع حاجة غريبة نتمنى أن يكون فيه منافسة أنتوا يا جماعة طب حقول لكم حاجة هتولي جدول الدرجة الثانية هدي اللي يتقال عليها منافسة طانطبي بقى أول تلاقي أبو إيل الأسميدة بقى أول زد أول هب تلاقي السكة أول هناك تلاقي في الصعيد جمهوريت شبين لا في الصعيد الجونا والافينا ما تعرفش كراس الموسيقية على المركز الأول لكن الدوري المصري البراند بتاعنا ما فيش منافسة لا يوجد منافسة حتى لو النادي الأهلي يعني عايش انت عايش الأهلوية يزعلوا مني والله ما تزعلوا مني أنتوا نفسكوا هتفرحوا بالدوري أما الأهلي ياخدوا وفيه منافسة هتبقى الفرحة أكتر وأكبر لكن انت الأهلي خد الدوري إيه الجديد يعني اللي حصل من زمالك خدوا السنتين اللي فاتوا طب ماشي مفروض بقى السنة دي يبقى فيه منافسة لا ما فيش منافسة خالص بجعنا زي الأول عادي سيبك مننا عشان أنا هفرح بالدوري آية ان كانت القصة سيبك من فكرة الأهلاء وهيعمل إيه لما ياخد الدوري هيفرح بالدوري لا عادي جدا ما تشغلش بالك أنا هفرح ولا هزعل ما تشغلش بالك بفكرة جماهير النادي الأهلي ما تشغلش بالك بفكرة النادي الأهلي لما يحقق الدوري بدون منافسة يعمل إيه لأن ده مش أول دوري النادي الأهلي يحققه بدون منافسة هي الفكرة كلها زي ما أنا قلت اللي ما يعرفش اللي ما يقدرش يقول حظ وناس تانية تقول مؤمرة وناس تانية تقول مفيش تنافسية طب مهطة بيعة الحال في التنافس مع النادي الاهلي القاعدة بتقول ان مفيش حد يقترب من النادي الاهلي ان مفيش منافسة مع النادي الاهلي ده دوريات كتير كتير جدا ده فيه دورة احنا حسمنا في ينايا لما طلع كل النقاط الرضيين قالوا الاهلي بيلعب في مجموعة الوحدة وبقى الفرق بتنافس في مجموعة تانية القصة مش قصة ان انت مش قادر تدخل في منافسة مع النادي الاهلي فتقول النادي الاهلي يزعل النادي الاهلي ازاي هياخد الدوري ايه جديد هو مفيش جديد دايما ان شاء الله في تاريخ النادي الاهلي لان النادي الاهلي بيحقق البطلات لكن قصة بقى ان انت تحاول تقلل من انجاز النادي الاهلي اللي بيغيب بالشهر ونص عن الدوري العام ويرجع يلاقي كمته محفوظة زي ما هي بسبب نتائجه اللي بيحققها في الدوري وبسبب أنه تلاشى أخطاء المسلمين الماضيين وبسبب أن فيه خبير تحكيمي كان اسمه كلاتن بيرد كان موجود في بداية هذا الدوري فأصبح بطل الدوري في المركز الخامس في وجود تحكيم أجنبي أو خبير تحكيم أجنبي بيقود منظومة التحكيم وبالتالي كان لابد من الإساءة ليه عشان يقدم استقالته ويرحل لأن وجد أن اتحاد الكرة لم يحميه ووجد أن لا أحد يحميه من الإساءات اللي بتحصل فما ينفعش تيجي تقول أنت هتفرح بالدوري أنا هفرح بالدوري أنا هفرح بفرقتي لأن أنا واخده بالعرق واخده بالجهد وعرقنا عرق حقيقي عرقنا وجهدنا عرق حقيقي مش ادعاء مش عرق حد تاني بيساهمنا أو بيساعدنا بي لا النادل آلي تعالى شوف النهاردة مبارياته أنت بتعمل كم سلسية بتعمل كم سلسية وإن شاء الله مكملين وعندنا 11 مباراة آه أنت مفترض من 11 مباراة تجيب 17 نقطة لكن فكرة الجمهيري النادل آلي مش بتطمح لل 33 نقطة أو 30 نقطة أكيد بتطمح لده فسيبك من قصة إن الله لكن لو بتتكلم بقى أن التنافسية دي بتفقد البطولة قيمتها ما بالك بالدوري الأسباني فريق برشلونة اللحاء الدوري بدون تنافس بقى يسكر بما أنك بتتكلم عن التنافس وحسم الأمور برضو بدري بدري ولو عرضنا جدول الدوري الأسباني هتلاقي 85 نقطة برشلونة بيأتي بعد ريال مدريد بـ 74 نقطة وباقي جولتين وبرشلونة خد الدوري واحتفل والدنيا خلص ده جدول الدوري الأسباني يمكن زعلانين بتوع برشلون ربما جمهور برشلونة زعلان عشان مهيك جدا جدا يمكن زعلان فعلا طيب سيبك من الدوري الأسباني لأن هو بص وقت الدوري الأسباني ده لما يجي يسوق لك ويباع لك قصة القطبين فيجيبك للدوري الأسباني برغم أن الواقع بيقول أن الدوري الأسباني في ندية واضحة ما بين ريال مدريد وبرشلونة من حيث يجمال عدد البطولات في مصر مفيش الندية دي في قطب أوحد بالبطولات مش بالكلام فقط لغير تعالا نروح لدوري تاني الدوري الإيطالي الدوري الإيطالي من أقوى الدوريات الأوروبية الصدر المين منتهي المين برضو قبل جولتين نابولي 86 نقطة الفريق التاني لازي والإيطالي 68 انتر 66 ميلا 64 ولو اليوفي كان يعني اضف له العشر نقاط اللي تخصم منه كان هيكون 69 يعني بتتكلم في 17 16 نقطة فارق ما بين الأول والتاني وفي الدوري الإيطالي واخد بالك بقى عشان الدوري الإيطالي ده له حدوتة ايه الحدوتة؟ التلات نهائيات للبطولات الأوروبية موجود طرف النهائي دوري أبطال أوروبا في طرف النهائي دوري المؤتمر في طرف النهائي إيطالي اللي رب ليج اللي رب ليج في طرف أيضا في النهائي إيطالي يعني لو انت عايز تقول ان وجود نابل ب86 نقطة وجود المنافس اللي بعده 68 نقطة ده دليل على ضعف التنافس داخل الدوري الإيطالي فبقولك انا اسف جدا ان انا اصدمك ان تلات فرق من الدوري الإيطالي وصلين تلات نهائيات انا عارف ان انت زعلان ان النادي الأهلي حسمها من بدري ده بمناسبة فكرة ان جمهوري الأهلي يبقى زعلان اولا يعني يا مهيب انت محتاج تراجع فلسفة جمهوري النادي الأهلي لان لا احنا بنفرح بالتفوق الكاسح هي عقلاتنا كده ده بالعكس عدم وجود تفوق الكاسح ده دايما بيسبب لنا مشكلة بيتعبنا احنا ناس متعودة ان يكون فيه يعني مارتين يول نقول المخدة جزيه عصر السيطرة هيدكوتي في منتصف السبعينات احنا كده احنا كده افريقيا كده محليا كده احنا بتوع فكرة عصر الغاب احنا بتوع التفوق احنا بتوع الانفراد بالصدارة احنا بتوع حسم الدوري من الدور احنا اخصيتنا وتركبتنا كده طب جمهور نابولي اللي كان بيتكلم عليه اسامة من شوية شوف فرحة جمهور نابولي بالدوري اللي هو حسمه بعدد النقاط ده شوف جنون احتفالات جمهور نابولي في كل حتة الناس هتزعل عشان لا والنبي احنا كنا عايزين لحد اخر اللحظة كده نفضل الدوري حيروح مننا لا طبعا اكيد هي دي الفلسفة طب تعالى بقى فكرة النهاردة حيجي يقولك انت مشوفتش دورتموند وهو مع البايرن النهاردة والحد اللحظات الاخيرة والاصارة طب تعالى شوف ما بعد خسارة دورتموند الدوري اللي بالمناسبة البايرن بيحقق الدوري لمرات متتالية حنقولك ازاي هو نفسه بيفخر بيها فالقصة مش في منافسة وهمية القصة في النهاية في النتيجة النهائية الاند ريزولت ايه اللي حيتحقق مين في النهاية هو البطل مين بطل المشهد الدوري الالماني اللي ممكن النهاردة تيكون تستشهدوا بص الدوري الالماني اصارت ايه اصارت ايه الدوري الالماني عادت تتوجاته عاملة ازاي مقارنة بالمنافسية البوندزليجا انت بتتكلم في وجودها سنة 65 فيه قبلها لقب كما اقول بيرن احنا بنتكلم على تاريخ البوندزليجا اللي هي من 65 البيرن 32 بطولة بروسيا دورتموند خمس بطولات منش انجلات بخ خمس بطولات دي القصة دي الحدوتة يعني هنا يمكن الزمالك اعتقد النهاردة الثلاثة وثلاثين اه ما انا بقول من غير البوندزليجا البوندزليجا من ساعة 65 اتنين وثلاثين لقب فانت بتتكلم ده على البوندزليجا طب تعالى انت بتتكلم هنا ده الزمالك وضعه احسن ده الزمالك تلت عدد بطولاتي انما دورتموند في البوندزليجا مقارنة بالبيرن تقريبا حوالي 13% ومع ذلك الدوري الالماني بيصنف من اقوى الدوريات وبيصنف من دوري بينتج منتخب قوي جدا لانه كمان اللعباء الالمان بيكونوا متوجدين في الفرق الالمانية بشكل اقل طيب اذا حتى خدعة الكرة المصرية وبعدين يا جماعة نفتح الباب ولا نقفله تعالى من فترة هتلاقي الناس كلها ايه الكرة المصرية اول ما النادي الالي خسر من ساندونز وضع الكرة المصرية وضع النادي الالي والزمالك تعالى بقى السنوات اللي النادي المنتخب مصر حقق فيها في 86 كاس الامم شوف النادي الالي كان وضعه ايه تعالى في فترة منو الجزيه والحقبة من 2005 تعالى شوف تاريخ النادي الالي وتعالى شوف انعكاسه على منتخب مصر تعالى شوف النادي الالي لما يبدأ دلوقت السيطرة دي هتنعكس ازاي بلعبين على منتخب مصر فتأثيره على الكرة المصرية ولا حاج لان صدقني ارجع كده الفترة من 2001 لحد 2004 وشوف الفترة اللي كان فيها منافسة بالشكل الوهمي اللي انت عايزه منتخب مصر في اسوأ حالاته كنا بالروح اللي عايز يغلبنا في وامم افريقيا اللي عايز يغلبنا في تصفيات تعالى اغلبك انما الفترات اللي كان فيها تفوق كاسح للنادي الالي وعملناها قبل كده فقرة هنا انعكست ازاي على منتخب مصر فصدقني احنا فرحانين كجمهور الالي فرحانين وبالتاريخ حتى الدوري الايطالي نفسه عندك اليوفي 36 بطولة الانتر عنده 19 لقب وما بيصنفش دوري قوي لا طبعا من اقوى من اقوى الدوريات في اوروبا ومن الدوريات اللي بتنتج فرق قوية جدا ولعبين اقوية وزي ما بنقول انعكاسها حتى في اوروبا حاليا فوهم فكرة ان جمهور الاهلي يزعل ده مش حقيق احنا فرحانين سيبك من جمهور الاهلي واهم فكرة ان انعكاس ده على الكرة المصرية لا انعكاسه على الكرة المصرية بالتاريخ ايجابي جدا النادي الاهلي كويس منتخب مصر كويس هي دي القاعدة بتأكيد يا فارس وعشان كده الناس يعني صعبان عليها فكرة ان النادي الاهلي حاسم اللقب بدري بدري وعايزين يوصلوا لمرحلة ان انت يفسد لك اجواء الفرحة لكن احنا مش هنستجيب لده واعتقد جمهور النادي الاهلي اللي فرحانة النهاردة ببطولة بالسري في كرة السلة بالتأكيد هتكون فرحانة بعودة الدوري لمكانه الطبيعي والاعتيادي في الجزيرة نشوف